كشفت الصحيفة فينانشل تايمز الأمريكية عن تفاصيل عن كيفية نجاح إسرائيل في اغتيال حسن نصر الله بعد أن فشلت مرات عدة سابقا فبعد ثلاث عمليات اغتيال فاشلة لنصر الله سعت الاستخبارات الإسرائيلية على مدى ثمانية عشر عاما للوصول إلى كافة بيانات حزب الله فكيف اخترق جواسيس إسرائيليون حزب الله في عام 2012 كانت حرب سوريا نقطة فارقة في الحصول على كم من هائل من البيانات حولهم ولكن ما هو السر وراء ذلك هذه المرحلة كانت بمثابة بداية لتوسع حزب الله عبر تجنيده في عدة جبهات سورية وفي الوقت ذاته فتحت بابا أمام إسرائيل لتعقب عدد أكبر من العناصر من هنا شيئا فشيئا تمكنت إسرائيل من التوصل إلى خيوط حولهم فكل خبر حينها كان بمثابة نبأ لا يفوت لا سيما ملصقات ناعي المشاركين في القتال علما بأنها تحتوي على معلومات عنهم كالبلدة التي ينتمي إليها العنصر أين لقي حتفه وحتى مراقبة الجنازات أما الوحدة 9900 فكان دورها تكنولوجيا اذ ترصد خوارزميات ضخمة من الصور المرئية التي تجمعها بميزات تقنية متنامية كأقمار التجسس والطائرات بدون طيار المتطورة وقدرات القرصنة الإلكترونية التي تحول الهواتف المحمولة إلى أجهزة استماع كل ذلك من أجل تحديد أي جهاز متفجر أو فتحة تهوية فوق نفق أو الإضافة المفاجئة لتعزيزات خرسانية مما يشير إلى وجود مخبأ بمجرد أن تتعرف على هوية العناصر تراقب الاستخبارات تحركاتهم اليومية لتشمل أدق التفاصيل عن حياتهم وتتعرف عليهم من خلال تسجيلات صوتية أو حتى من بث كاميرا مخترقة قد يمر أحد العناصر إلى جانبها